في الحرب يخفض صوت القانون وترتفع أصوات القذائف مخلفة أنين الضحايا من الأبرياء قصف المدنيين في تعز تلك القصة القديمة المتجددة والمؤرقة تعود للظهور هذه المرة من خلال تقرير لهيوم الرايتس ووتش تقول فيه إن ميليشيات الحوثي وصالح تنتهك قوانين الحرب في تعز وتقول أيضا إنه خلال عشرة أيام في مايو 2017 قتلت الميليشيا في قصفها على المدينة ثلاثين مدنيا على الأقل وجرح أكثر من مائة وستين آخرين المنظمة ذكرت أيضا أنه في ثلاثة أيام فقط وثقت سبع هجمات تسببت في مقتل 12 مدنيا على الأقل بينهم أربعة أطفال وأصابت 29 آخرين بينهم عشرة أطفال هذا ما تقوله المنظمة كمؤشر يفسح عن حجم ما تتعرض له هذه المدينة من قتل ودمار بصورة يومية على مرأة وصمت من العالم لكن هذا ليس كل شيء فخلال عامين من الحرب شهدت مدينة تعز المكتظة بالسكان آلاف الهجمات أودت بحياتي قرابة 9 آلاف من المدنيين منذ اندلاع الحرب منهم 247 طفلا واحدا وثمانون امرأة فيما بلغ عدد الجرحة 20 ألف مدني بينهم أكثر من 800 طفل وأربعمائة امرأة هذا أيضا ما تقوله الإحصائيات الموثقة في مستشفيات المدينة وما خفي كان أوجع وأنكى إنها تعز قربان الحرب المدينة التي أصبح استهداف المدنيين شأنا يوميا وعادة تنتهجها الميليشيا منذ الانقلاة ما الذي سيقدمه تقرير هيومن رايتس غير أنه شاهد نوعي لجرائم الحرب في تعز ودون ذلك سيظل المدنيون هدفا لقذائف الميليشيا ينتظرون الموت الذي يأتيهم من حيث يعلمون موقعه وأدواته بينما يتجاهله العالم موسيقى